أعطمها الأستاذ محمد سهلي رئيس العصرى المغربية لحظة الإنسان بالغرب وكذلك ستتشرف الأستاذة أمينة الغروري السعودي مرهانية وصحفية وكتبة وكتبة معتمدة لدى المحتلة الجنالية في جوليف أقل إلى ذلك أعبار الجنالية الذين سيظنون بتلشيط الإنسان أول ما أقول لكم لي الشيء سنقوم بتلاوة آيات طرآنية سنتلو على أساني بوم العبد الطائر أمامكم أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين صدق الله العظيم كما تعلمون أيها المدر الكريم هذا التواصل ديريوم هو أساساً من أجل التعريف بهذه القضية الوطنية التي عرفت مرور ذكرى سلعة وثلاثين سنة على الطرق الذي تعرضها والمغارب الذين كانوا يوقعون بصفة قانونية بالجسد وفعلاً هذا الملف عرف مؤثرون تطور كبير نظراً لاهتمام المنطقة الدولية وبعض الشعيات هنا في المغرب بهذه الملف ونحن هنا اليوم من أجل التعريف بهذه الملف استضفنا الأستاذ محمد السهاري رئيس العصفة المغربية بحقوق الإسام ليقدم بعض التعريفات ويعني يكون بتنشيق هذه الندوة إذن فريد تفضل الأستاذ محمد السهاري ويعني يكون بشيلاً أحمن الرحيم صدق السلام على أكثر مستدين سيد رقص الميّا إخوة والأخوات على مكتب السيدة والسادة بحضور سأريد أن أحضر أعكم ثالثين دوا التي ستتمحوها حول قضية عمال المغاربة والقصر المغاربة التي ستتمحوها من تحت سوفيان ثماثة وتسعبين وتسعبين طبعاً ما نتقفش شيء عن التاريخ لأنه منذ مصحاب قضية وحشو مراحل المنسات نوع عنالة للقضية تعرفون تفاصيل القضية الترميل ولكن منطرفوا فقط عرفوا بها ومختلف مؤسس ومتعرفوا المرحلة التالية لكي نسألوا الدولة المغارية والدولة الجزائية على مسؤوليتهم معلومة حول القضية النفسات الإنسانية ومع تقديم المقترحات لأنه في الصباح أعتدنا كعصبة مدنبية تفعل حقوق الإنسان في الساعة العاشرة أو الصباح المستماع على الآخرة والإخوان أعتدتنا كتب جديد جميع لكتب على القضية للكون ومتعرفنا جميعا على برنامج عمل وكانت ضرح اختارت لأخوان في جمعياتنا برنامج العمل المستقبالي غير السكوب فيه طبعا مع فرعياتنا ومتعرفة الإنسان من الموجود بمدنة المعضور منتشف أن هذا المبدأ من حقوق الإنسان تكون قريبة منكم لكي يمكنكم إخوان أخواتي لكم في عصبا كتبت النظر لكن الإخوان حاضرين معنا كتب يقيمين في الياس فباش العمل بيالنا في المستقبل يمكنك تكون أكتر إفادة وشي يوعدين نزل الشيء فهذه القضية كنا أتعبوها حتى مشطاء ومسؤولين في الإنسان المعيات المقاطية فعلا بيالنا في المستقبل ومتعرفة إفادة وشيء ومتعرفة الإنسان المعيات المقاطية ومتعرفة إفادة وشيء لكي يمكنكم إخوان أخواتي لكم ومتعرفة إفادة وشيء إنه هو العدو الحقيقي بالذاتية هو العدو الحقيقي بالتعريف القضية ومعيّة لما في القضية تأتي إفادة الإنسان كتب إيما غياله أن الناس التحية ما تنسمعوش له ما كانت سنتوش لهم، ما كانت توسفوش لعبهم، ما كانت نقشوش معمز شماعات، ما كانت نقشوش مشاكيه لهم، ما كانت كتوش هنكرهم. إذاً، ها القديمة سنية تسابق الدولة المغرية، أولاً لأننا نحن نخصنون شروع بارديلنا القنوار حين المسؤولي المغربة، وتسابق الدولة الجزائية باعتبارها الدولة المسؤولي على الوضعية. كيف تسابق الدولة المغربة؟ أهد المواطنين، ثم تظهرون لأنهم مواطنين المغاربة تشبتوا الهوئية الوطنية لهم، وكانوا موقفهم وصوتهم الموتاكع، لما تضعوا على خيارات التعديل الوطن أو يبقوا داخل الدولة الجزائية وكانوا يساعدون بسطولي الجزائرين، وعلى رأسهم طالبية مديل، ومنعان، لأن الجزائر منذ السفلها لا يحكموها للعسكر، وبالتالي مقاربتهم مثل بير، الشأن العام، الجزائر، لكن إلا منتساسة العسكرية، إلا جنرالات الجيش، وهذا الشيء مقاربات من دين الحكومة، وردي المجال، مثل الشيء سوري، والدليل الآخر هو أنه يتحبت تشعليه للمان من السنة الحادية، ثم تصويره بالجامل ليفوز حيث بوتفلقة، لأننا ليفوز منذ السفل الشيش، معنى بيها البقاء ومعنى بقمع المقارب للسيطر العسكر في الدولة الجزائية إذا حدثنا لما هالمواطنين الملائبة تدلوا الوطن واختاروا الوطن وتجربوا مع الوطن كان قرر من التحسف ودي القرر التحسفي من طرق المسؤولين الجزائية لما وفدوا إلى بلهم كان على الطرق المغربية ماذا جعلهم؟ أولاً هي نامة الثانية والاعتماع بالآمي بالمشكلة والتحايا والإدماج جعلت تحايا في المجتمع وضاماً المستقبل بلأنهم يرونيكاتهم لجوم الجزائية هذا الشيء ما تدلوش بمقاربة الجفاوية طبعاً كانت بعض الأمور للحلال كانت بعض الناس اللي تنشوف بعض الإدارات العمومية وبعض المنصدات العمومية ولكن بقاء تنشوفوا على القوصر وفوروا على القوصر لأنهم كانت تقللوا على قوصر بيها ولكننا نتقللوا على اليوم لأن هذا أمام تقريباً وعضي يو 50.000 ومجاتين ألف ضحية وعضي يوضع في الناس لأن الأمور عملاً لطمئة الوصول ما تردوه لهم يوضع أخراج لأبناء والحفاظ إلى الأخير وعضي يوضع يوضع أخراج وعضي يوضع أخراج لأننا كانوا يوضع أحداً في الناس لتحايا وعضي يوضع أخراج وهذا القانون الدولي يحكمل علاقات ما بين الدول وهذا القانون الدولي في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي بفوق الإنسان عندما قرأ هذا المسلم كان المسؤولي المغربة رفع من حالة التأهل في الجلد يقدر أكون كتنوماسية فمعنى أن هناك فعل شرني ارتكبتوا الجزائر يتطرق لتعصفين للناس يتجريدهم من ممتلكاتهم يتجريدهم من أبسط لحقوق التعام يتطرقهم يوبرئي الديني لأول قدسية والحظومة في المرجع الناديات الكيانة الإسلامية ثم فصل العديد من أصار كنا بينهم فصل الزوج عن الزوجة وأحياناً الأبناء عن الآباء والأسهار عن كنا بينهم وهذه مؤسسات الإنسانية إذن رفع قرأة اليقادة ديبلوماسية لبيئة المطرف المسؤولين واستعمالة قانون التكلمتانية لبيئة المطرف المسؤولين هذا الأمر يتعتبر في وجهة نظر المنطقة حقوقيين أنه تخلي عن واجهة الدولة تجاه المواطنين إياها وهذا الأمر حكمته كما تخلي عن الزوج العالم والسياقات السياسية وهو أنك في تلك التراق الحسن الثاني لما أمر ودعاه إلى المسؤولين المسؤولين بلاجع نفس التاريخ السياسي لكي حكم الجزائر على قرب الجزائر المغرية سأعرفون بأنه الوارد المواطنين اعتبت لأن المسؤولين الخضراء هي ضربة موجعة في الجزائر وهو إفشال التكنوماسية الجزائر لذلك تتريج قيام دولة الصحراء المغربية في الجنوب وزوليا ترجمة نانسي قنقر